وما عدم قدرة المراجعة والانطلاق في نقطة شروع جديدة احنا باقين وراء تغريدات سيد مقتدى مقتدى الرجل يعني حقيقة قراراته فوقية وقراراته ديكتاتورية والرجل يوميا ياخد قرار مناقض من القرار القبله انت دخلت الانتخابات وعندك 75 نائم وكتلة اكبر وتمشي بقاليات دستورية وشرعت قانون تجريم اليهود تجريم عفوا تجريم تجريم يعني هذا تجريم المصالح التطبيع عفوا راحة المفردة تجريم التطبيع وطلعت قانون الامن الغذائي واجبرت الاطار اللي التحقوم بك لان بيه فلوس 17 مليار فرقضوا الربع كلهم وراك وسيطرت على البرلمان وقبت السيرة باغلبية ومشت الامور حاول اصلاحك من خلال البرلمان بيوم وليلا ينسحب بيوم وليلا ينزل يحتل البرلمان بيوم وليلا ينسحب بيوم وليلا يقول انا نعزل السياسة بيوم وليلا يرجع فاحنا نبقى يعني الشعب مواقفهم وليلا يتمثل مواقف الشارع سيد ابو فراس بمواقف حكومة توافقية لا اطلاقا هو مواقف يعني اكثر من التشعرين يدر بهذا البرنامج يقول نعم موقفنا واحد احنا مريد حكومة توافقية مريد تدوير للوجوه اختي اختي هو كل شي نسرك من عندنا احنا بقى بس الخطاب الناس تريد تغيير والناس تريد اصلاح والناس تريد نقطة شروع جديدة والناس تريد محاسبة فاسدين والناس تريد المحافظة على المال العام والناس تريد عودة تهيبة الدولة والناس تريد امين اجتماعي هاي الناس اللي تريده ما معنين احنا بطالب سيد مقتدى احنا ما عنده مشكلة وياهي طرف انت ما معنين احنا اكثر من مليون مليون ونصف مواطن معني بكلام سيد مقتدى وهذا شفناه بتظاهراته نعم وشقد هو الشعب العراقي شقد الشعب العراقي يعني الوسط والجنوب مو اكثر من 26-24 مليون معلهم رأيه معلهم خدمات معلهم طلبات يعني ناس ما منظمين عقائدية وبالتالي اختي المشكلة كبيرة لا تنحل بانتخابات مبكرة ولا تنحل بانتخابات مبكرة راح ندخل بموضوع اخر التيار الصدري يريد يبقى المفوضية ويبقى نفس الاليات الاطار يريد يغير المفوضية الكرد عندهم ايضا على الدوائر الانتخابية مو يحفظ حقوقهم وروح ندخل بمرحلة جديدة من الخلافات والاستقطابات والاخرية اشتركوا في القناة